موسيقى ده بيعطي أكتر بوزيتيف عبكرة هي جزء بتعريف هي جزء كثير بين أنك تلبس شو ما كان عبكرة وتوقف هيك وتقول هي منظر اليوم بيضل كل النهار تقول هي منظر اليوم وشو ما عملت بتحسوا عم بيروكب معك أو مجنبط معي اليوم هاتياب هاي دي الأفرميشن هاي دي الشغلة الصغيرة اللي نحنا منشوفها اليوم خبرنا أكتر عن المورنج أفرميشن هي وحدة منه الهولي لما موقف قدام المرية هلا عنا مرية اليوم هلا عنا مش بس أنا عم بعملها أفرميشن بالعكس عم بعملها نيجاتيب نيجاتيب المورنج أفرميشن أول شي خلينا نتفق أنا وياك أنه البوزيتيفتي أرار أنت معي أرار أرار واحد بياخده بحياته هلا فيه قال وبركة 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 إذا بدنا البركة بيكون إحنا ما بدنا البوزيتيفتي مش لك بيقول الناس اللي بدون يتغيروا هل الناس قرروا يعيشوا بإيجابية أو لا مثل أنا أنا مقرر عيش بإيجابية مش أنه حوالي أنه أنا عيش بالمدينة الفاضلة لا أنا بعدني عايش بيتي بالبيتي بعده ببنان وفي عشق تسير وبعلق بنزلة بسيارات ما بتقطعني وفي كتير أمور بس أنا مقرر عيش بإيجابية لأنه مقرر أنه حياتي تقطع بطريقة حلوة المورنج أفرميشن هني اسمهم أو هالأفرميشن هالأمور العقلينية يلي أنا بقولها بالصبح وهالتأكيد الصباحة يلي بعملوا لحتى يقطع كل النهار بإيجابية وشو قالوا وليش أول شي هني أفرميشن يعني تأكيد يعني هني جمل لازم أنا أقولهم خلال الصباح الفعل فيهم بدي يكون بفعل الحاضر لا بالمستقبل ولا بالماضي تعيش اللحظة والنهار اللحظة أي يعني أنا هلأ شو أنا هلأ سعيد مني أنا شعرت بالسعادة أنا هلأ جعاني أنا هلأ عم بشعر هلأ عم بشعر بالسعادة بالإمتنين رح نقولون رح نقول بس تقول أفرميشن يعني هي جملة صغيرة محددة لازم يكون الفعل فيها بالحاضر منه بالماضي أو منه رح مثل أنا أبو أفقول إذا أقول رح يعني يمكن تصبط يمكن يمكن ما تصبط وهيدا شي ما بيساعدنا مثلا أنا رح كون مبسوط بس شوفها لغادة لا أنا مبسوط هلأ أنا مبسوط لأني رح شوفها لغادة بش أنه رح كون مبسوط أنا مبسوط اليوم هلأ بياللحظة ليش ليش من أقولون الصبح شو قالوا عليه الصبح وشو الفرق إذا أنا اليوم بوعى بإيجابية وبخلي النهاري كيف يكعمل بإيجابية أول شي بمرحلة الصبح لازم نعرف غادة بيكون عقلنا عم ينتقل من خاصة اللاوعي من الستايت من للنوم للوعي لأنه نحن نكون نايمين وعم نوعى صوى الصبح هالنقلة بتخلي هالجمل أكتر تفوت بسرعة أكتر على على العقلنا الباطني أو اللاوعي ويتصرف خلاله خلال النهار كلمة لهيك مهمين أنه ينعملوا الصبح بحياتنا اليومية بس واحد يوم عم بيشارع عم نقول له يا خي قول صبح الخير شو معناتها؟ معناتها أنت أعطي أفيرميشن إيجابية اليوم بحياتك لا ترجع تنتقل بنهارك يعني نحن عادة منعملون بس هلأ عم نتعلم أنه نعملون بطريقة كتير عقلينية وبطريقة مكثفة والأفيرميشن غادة يعني قتل بيكونوا مكثفة إلا يعني ما تاخد منهم تنقل 50% بالأوتكم بده يجي بالزبط إيجابي ليش؟ نحن كتير غادة منميل أنه لما يصير معنا إشة سلبية نرددها ما منميل نردد الإشة الإيجابية يتغير يعني أنه الإشياء السلبية بتزعجك من هيك بتوقف عندها 100% ليش صار هيك 100% بس أنا طالما واحد مبسوط ما بيعدن صحيح ما بيعدن الغدفل قديش نكون يعني الغدفل قديش نحن نكون ممتنين للشي اللي عم نعمله إذا منأكد عليه بالصبح تلقى أي نهارنا ما ممكن يكون سلبي رح أقوم على المريا أنا قلليك شو ممكن نعمل قدام المريا عادة مثل ما قلت نحن قدام المريا اللي منقدر نعمله غادة هو نقول لحظة وين الإيكس يحي الإيكس غادة يلي بيصير نحن قدام المريا منوعة مثلا شبون شعراتي ليش يوم تعبين كذا تيام هولي الافرميشن الناجاتي فأنا اليوم بدي أقول بدي أقول بدي أفرميشن بس بطريقة إيجابية أول شي بدي أقول أنا بدي أشكر الله على هيدا نهار جديد بحياتي برأيك بيستيها الواحد يقول هيدا نهار جديد أم لا هيدا أهم جملة هيدا نهار جديد أهم شي أنا واحد وعي ايه أنا وعيت هيدا نهار جديد بحياتي هول الافرميشن اللي يقلون عليها أول شي بالجراتي تيود لأنه عم حط حالي انه ايه والحياة مكملة تاني جراتي تيود أنا مبسوط مثل ما أنا أنا سعيد بحالي مثل ما أنا الغلط التانية اللي بنعمله دايما بنربط سعادتنا غادة بشي رح يصير معنا أنه أنا رح كون مبسوط إذا زابت البروجيه مع غادة لأ أنا هلأ مبسوط وأنا مقرر أنه نهار يكون مبسوط بغض النظر شو كانت النتيجة بس أنا كتير سعيد اليوم أنه رح التقي بغادة ويكون فيه بيني وبينها مشروع شغل شو عملت أهملت أول شي حطيت عقلي بستيت بوزيتيف تاني شي خليت الافرميشن يلي كمان ممكن نعمله ويلي مننسى نعمله هي قديش نحن حبنا لحالنا ما من ما منقول لحالنا أدام المريه ما بتقدر حالها أنا شو ما عملت شو بعرف نشاراتي ما رح يزبط مية بالمية شو ما عملت شو ما عملت صحيح شغلتاني غادة كمان يلي ممكن نعمله كتير والصبح وكتير ضرورية وهي يلي كمان نحن مننسى نعمله وليش أدام المريه خليني قول قدام المريه لأن عادة وكأنه عم نفصل حالنا عن حالنا عم يصير ميلادي يلي مقابيلي شخص تاني هيدا شي كتير بيساعدني لأنه نحن عادة منتقبل النصيحة من الشخص التاني أكتر ما منتقبلها من حالنا يعني لو أنا وياكي ويعين بنفس المشكلة إذا أنا عم بنصحك بقلك غادة معلشي ما ترتليهم بلا 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 بعطيكي نصايح كتير بتحسي حالك ارتحتي لو أنا ويعب نفس المشكلة ما بعطي نفس النصايح لحالي بالعاكس بزنب حالي أكتر بحمل حالي زنب أكتر شغل حفظ اللي علي وما في شي عم يزبط معي وليش أنا وأنت بتستاهل هاليا ميلادي يصير فيك هكو كمان حوضي الافرميشن كتير ضرورية فإذا أني يقول أني يكون ممتن للحياة اللي أنا عم عيشها أني يقول قديش أنا مبسوط هلأ وصعيد بحالي قديش أنا أنا هلأ بهالأسناء عم بختار أنه يكون نهاري بطريقة بيكون نهاري كتير إيجابي أنا يعني عم بتأمل كتير أنه النتيج رح تكون لصالحي خلال هالنهار كل هول العبارات عم بيفوتوا على الـ وعم بتصرف خلالهم كل هالنهار هيدا هي يعني التكنيك المريغة بس لأقول شغلي كمان زيادة أنه أنا ليش بدي اتوقع الأسوأ بوقت أنه عقلي بيعطيني الإمكانية يتوقع الأفضل يعني ليش بدي حط بهذا عادة شو بيصير بيقلك أنا عم حط حالي عم بتوقع الأسوأ لحتى ما أنصدم بس ما أنت لما عم بتتوقع الأسوأ أنت عم بتجيب الأفكار السيئة على راسك يعني أنت اليوم عم بتحط راسك بجملة من الأفكار السيئة أنت عقلك ما تعتلهم عقلنا قادر ينجدنا إذا وقعنا بمأزق إذا عشرة كنا عاملين الضايت المناسب لعقلنا حطينه بنظام إيجابي بالكادر الإيجابي وهيدا الشيء كمان غادة كتير مهم لأنه نحن عادة من ميل أنه نكبر الأشياء مثل ما قلت السلبية وننقص من الأشياء الإيجابية اللي عن جد عم نعيشها بحياتنا ناخدها هيك فور جرانتد طيب ولو أقل شيء أنه مثلا اليوم يكون النهار أو معلق بعجقة يعني هيدا الشيء مية بالمية وزيدة كمان عن هيك بدي ضيف شغلي غادة أنه اليوم إذا أنا إذا اليوم جيت بعض الظهر لعندي قلتلك غادة شو صار معك بتقوليلي ولك سكوت الفخت دولي بسيارتي قلتلك قف لك قام فخت وعلقت بعجقة سار والله ديش نص ساعة ما حكيتيني عن شو صار بالشغل بجعب قلتلك طيب غيرها من نص ساعة شو صار معك بتقوليلي عملت ميتنج كتير منيح وجيت على التليفزيون طب ليش لما أول ما بديك تخبريني خبرتيني عنها من نص ساعة السيئة مع أنه نهارك 12 ساعة في 11 ساعة من الإيجابية برجع بقول الإيجابية هي أرار الإيجابية هي جمال أفرميشن عم قولة العقلة هي جمال إيجابية محطوطة الفعل فيها بفعل الحاضر اليوم لكن هنري فورد بقول إذا أعتقدت أنك تستطيع أو أنك تستطيع أنك تستطيع أنك تستطيع يعني إذا أنا بقول معا في شي عم يصبط معي مع أنه أنا كتير بتحفظ على كلمة ما في شي وبتحفظ كتير على التعميم يلي بنطلقوا لحياتنا بيكرهوني بالشغل حظي سيئ شو هن عبارات يعني هول فيه كتير أشخاص بيمشوا على أساسهم بحياتهم مش بس بيمش لأنه بيصدقوهم لأنه ليش السبب يلي صار يا غادة أنه ألون قلناهن لعقلنا وعقلنا صدقنا يا جماعة عقلنا كتير شخص شخص قال عقلنا كتير بسيط وعقلنا بيحبنا وعقلنا بينفزنا النتائج اللي نحنا بنطلبها إذا أنا بقول ما في شي عم يصبط معي يعني عقلنا رح يخلي كل شي ما يصبط لا يوصل للنتيجة اللي أنا حطيتها وإذا بقول أنا لأ أنا الحياة أو شي أنا بستاهل خليني كون كتير واضح هذه ما أنا ني ولا شي وخلينا ننسى هول كلمات اللي أنا أنا ما بستاهل ويا خوفي من كلمة أنا معلاشين إحنا كتير عايشين اليوم بقدمة غال 커� rotation بالتواضع هذا صار مش تواضع هذا صار جلب نفس أنا بستاهل انتو بتستاهلوا أم لا أهلا اللي عم بتتابعوني بتستاهلوا حياة أفضل بتستاهلوا تكونوا مبسوطين أكتر بتستاهلوا سعادة أكتر بتستاهلوا تكونوا ناشحين إذا ما بتستاهلوا ما بقى تتابعونا بس إذا بتستاهلوا تكونوا أحسن والحياة بتلبق لكم وإنتوا هون يعلق بها الدنيا لتعيشوا بحياة بطريقة أحسن وتتصرفوا بطريقة أحسن ويلبق لكم النجاح أكتر إنتوا لازم تقرروا ما في شي تاني غادة ما بقى عنا تشويسز من نق من نق من نق عيشين حطين حالنا بسلبية مش معقول بتعرفي أنه بعمل زيارة لإلك لنق ولتنق إيلي يعني بعمل واك بقصد غادة أعمل لها زيارة لنق نق وهي تنق ونفوت نيناتنا بقصة يعني حتى الصبحيات الصبح نق 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 وبروح طبخة ما عم تثبط معي بيجو لولاد من المدرسة بعنفهم بيجي جوزة ببعلى قانوية طيب ما هيدا نحنا عم نحط حالنا بها السلبية وإذا ما نقه وإذا ما نقه بيكون في شفت فلان وشفت علتان وهيدا هو زبط أنا لو محله ما كان زبط معي شي وأنا لو مدرمي ما كان مية بالمية هل يعني ما بتوقف النيجاتيفي أنه على حالنا منصير من إله على الآخرين وبتصير فيه هالمثل إذا بدك المقارنة البشعة كثير نحنا عكل حال سألنا الناس اليوم شفنا السكريبت سألنا الناس كيف بتبلش نهارك بإيجابي هيتا نسمع شو قال هيتا لا يبلش نهاري إيجابي بتشرب قهوة الصبح وما بقوا رأيي شي عطل تحديدا سياسي فكر أنه كل شي إيجابي بس آخر شي ما بيطلع شي إيجابي كبورا دهري بلو معي السكري والضغط بيش لفورا باهو وبطلنتي شوائي مجعباتي بلو شو جابه يعني بقرع لي أي قرآنية مصلاً بشوفي شي واحدة مثل السادسة حط الشركة عندنا بلا بونجوت الضحافية بيصير ناري حلو بنا الحمد لله الساكن بالجابل وبقوم بطلع بجنينتي تيجي ترمي الأخبار ظهريات هوني كبتعلو بلص أهم شي روح المرحة من الإنسان بتكون هذي هذي تخلق فيه هي طبيعياً ما معقوله يزعل لو شو ما صار معه مثل الواحد يحاول يكون بوزيتف يعني الحياة بوطل فيها شي يعني أنا بوزيتف ولازم القصص تصير أحسن أكيد يعني بصلي عنه وبتكل على الأقل وبدهرنا البيض بتطلع بولادي هايك بتضحك له ما بضل ماشي هيدا لاني اللي بيخلوني قوم اطلع اشتغل بيقعد بالسيارة بعل المسيئة بروح برجع بكمل عال تفادى حدا يستفزني بلبنان ما بحضر الإخبار أول ما أقوع بتطلع بمرتي وببنتي بحس حالي مهاري مش إيجابي غير طبيعي هيدا أهم شي حلو كتير طبعا كل واحد عنده هالطريقة هيك الزبدك الخاصة في تحت يقدر يقلع به النهار بإيجابية بيقدر يزيد عليهم كل هول التفاصيل اللي تلنا ياهون ويحكينا فيهون اليوم مرسي لألاك ميليات رح نشوفك أسبوع الجي إذا الله راد الله راد عنا دايما بأشياء جديدة برايك صغير ومنرجع من تابعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر